ودلوقتي جي حل الأسئلة على الموضوعين المهمين اللي خدنوهم من ناردة الـ A-D-Current و E-Match والإنقش يلا نشوف أهم الأسئلة والمفاجأة كل الأسئلة دي جت من final exams الأخيرة ديت أول question عندنا بيقول بيقولك طالب إيه بقى؟ طالب يعني عاوز أعلى AD-Current نبقى من هنا هو قال لي أن Resistivity A Greater than Resistivity B العكس بقى يبقى ده معناه أن Conductivity A Less Conductivity B يبقى كده أختار أعلى Conductivity زي ما خدنا في الشرح أن كل اللي بقى Conductivity عالية الـ A-D-Current يزيد يبقى الـ I-A-D يزيد وبالتالي Temperature تزيد وعلشان كده باختار مين؟ أكيد هاختار بيه اللي هو الرو بتاعته أو السيجنة بتاعته عالية يبقى أكيد أي حاجة فيها إيه؟ يبقى أكيد دلقة وأكيد دلقة برضو يبقى أكيد الإجابة لدى لدى هنخش بقى في الفاكتور التاني Solid Core وIsolated وLaminated Sheets طبعاً باختار الـ Solid Core وبالتالي كده الإجابة تبقى Circuit 3 هتبقى الإجابة دي وبالتالي الإجابة تبقى إيه؟ اللي هي Circuit 3 يلا بدينا على السؤال التاني السؤال التاني نفس الفكرة بالضبط مدينا 4 piece of metals different metals W, X, Y, Z ومدينا الـ Conductivity بتاعت كل واحد الـ Conductivity بتاعت W والـ Conductivity X والـ Conductivity Y والـ Conductivity Z وطالب إيه بقى في السؤال When neglecting the differences in magnetic permeability of these metals in which slender the amount of heat energy due to the eddy current will be the last هو طالب الليست eddy current خدها قعدة مدان طالب الليست eddy current يبقى أقل eddy current يبقى كده عايز أقل temperature يبقى كده هاختار أعلى رو يعني أقل Conductivity أبص على الأرقام دي مين فيهم أقل Conductivity أكيد المتال Z وبالتالي كده الـ Answer تبقى D يبقى Metal Z مين يبقى 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 لَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنُمْا عائلًا يَبقى شكرا